في العرف السياسي لعراق ما بعد 2003 لا يصح إلا ما تريده القوى الخارجية خريطة التحالفات مهما تغير شكلها تترك الحكم لأصحاب القوة النافذة وتلقي الهياكل الكرتونية على هامش المنظومة الحاكمة تصدعات مستمرة داخل الأحلاف السياسية منذ أن تشكلت حكومة عبد المهدي وبرلمان الحلبوسي تؤذن بنهاية غير سعيدة للأحزاب الهامشية التي ظنت أنه سيكون لها شأن بتحالفها مع رؤوس الحكم في العراق والحديث هنا عن تحالف سائرون الذي بدأ بالتصدع بعد خلافات بين التيار الصدري والحزب الشيوعي بعد أن رأى الأخير أن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات أقصى الأحزاب والكيانات الصغيرة عن الحصول على مقاعد في تلك المجالس الأمر الذي يعني خسارة حصته من مقاعد مجالس المحافظات لصالح التيار الصدري إقصاء الشيوعيين من قبل الصدريين لم يكن أكثر غرابة من إقصاء حزب الحل من تحالف البناء الذي يهيمن عليه ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي وتحالف البناء بزعامة هادي العامري وعلى إثر هذا الإقصاء لحزب الحل أعلن زعيمه جمال الكربول انسحابه من تحالف البناء وحتى في الأحزاب التي مثلت دور المعارضة في مسرحية الحكومة تشتعل نار التهديدات بإسقاط حكومة عبد المهدي تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم مثالاً حيث لا يخفي الرجل سعيه لإسقاط رئيس الحكومة رغم أنه أعطى أشخاصاً من تيار الحكمة مناصب حساسة في الدولة إرضاءاً لهم زحف القوى نحو مناصب مجالس المحافظات وتدافعها للسيطرة والاستئثار فصل من الصراع يضاف إلى فصول صراع لما تنتهي بعد على الدرجات الخاصة ومقاعد الإدارة في مؤسسات الدولة مشهد عراقي يثبت أن مكانة الساسة نابعة من نفوذهم الميليشياوي والحزبي وتبعيتهم لإيران وأمريكا وليس من مظلة التحالف التي تغطي شكل الخارطة السياسية